قال رئيس الوزراء الاسترالي إن حكومته تحقق في مزاعمة بأن بعض موظف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا متورطون في أحداث السابع من أكتوبر وفي أواخر الشهر الماضي انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا إلى الولايات المتحدة واستراليا وكندا في وقف تمويل الأونروا ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأونروا بأنها العمود الفقري لجميع عمليات الإغافة الإنسانية في غزة ونشد جميع البلدان بضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة